مشاهدين الأعزاء مشاهدة العياضة البيترية النهاردة يا أخوانا هنبدأ معاكم زي ما عدناكم الأغنام برامج التربية في الأغنام وأهم الأمراض اللي بتصيب الأغنام هنجملها كلها في الحلقة بتاع النهاردة والحلقة بتاع بكرة الحلقة بتاع يوم السبت إن شاء الله قبل كنت عايزة أبدأ معاكم الأول في أمراض الأغنام قلت لأ أبدأ في البرامج إزاي حرع مزرعة الغنام إزاي هتحرك مع مزرعة الغنام أو مع الأغنام اللي بتربع عندي أهم حاجة عندي يا أخوانا البرنامج اليومي لرعاية الأغنام في المزرعة أول حاجة بعملها ببص ساعة خمسة ونص لستة صباحا بقوم العامل من النوم يبص على عد القطيع يكشف على الولادات والنتاجات الموجودة الحالة العامة القطيع والصحة العامة ده بيبص عليه بعد كده بعد ساعة بيبص على الأحواض والحظاير والأحواش يبدأ يبص عليه من الساعة الثمانية لتسعة بيبص على الحيوانات شربت ولا ما شربتش خرجت للمرعة ولا ما خرجتش للمرعة من الاثناشر لوحدة بيبقى فضلة راحة بعد كده بيبص مساعة ونص لأربعة على الحولي والحوالي المفتومة ويبدأ يقسم القطيع بتاعه ويبص على لو فيه أظافر طويلة ولا حاجة بيبدأ يبص عليه ويخش بعد كده بنتكلم في البرنامج السنوي لمعاملات الأغنام والمعز ايه هو اللي بتده البرنامج اليوم اللي احنا قلناه في الأول ده بيوم الصبح بيعمل كذا وكذا وكذا ايه هو البرنامج السنوي يعني اللي هو الاثناشر شهر هيعمل فيهم ايه هنبدأ مثلا في الشهر اللي احنا فيه دلوقتي ده شهر إبريل اللي هو اللغة اللي بتبطيها باسمه برموضة بيعمل ايه في مزارع الغنم بيحصل ايه بيبص على الغنم بيحلب الاغنام المنتجة الحليب الموليد كلها عارفة انها تيجي في مرة واحدة في العام واحد يبدأ يجز في الصوف يفرز يعمل استبعاد للمريض والضعيف يجنس الحيوان زكر او انسة يبدأ يستعد لموسم التلقيح الجديد يقسم النعاج بتاعته الى مجموعات تحت التلقيح يبدأ في شهر إبريل اللي احنا فيه يعمل كده شهر مايو لما ييجي عليه يبدأ يزود الاماكن المظللة عشان الشمس تعرض للشمس ومشاكل الشمس هنشوف معنا الفيديو برضو كده ورنا المزارع اللي احنا نقدر نبص عليه يبص كمان يخلي باله ان الشهر ده بالذات الشمس تبع حمية والاسترس بتاع ضربات الشمس موجودة فيزود عمليات الزل تاني حاجة بيعملها اللي هي النظافة المستمرة طبعا اللي احنا مقولها في كل حتة المزرعة والحزائق والحزائر يعني هي بقى هو ان شاء الله الفيديو ده والحزائر والمحافظة على جفاف الارض بيعمل برضو في شهر مايو اخوانا الحاجات المهمة اللي بيعملها قضاء على الطفيليات والحشرات والديدان والفران والقطط والكلاب الضلة دي كلها يبدأ يقضي عليها شهر مايو هو المعاد الطبيعي لتلقيح الاغنام عشان كده لازم نقسم النعاج الى مجموعات تلقيح تلقيح ان النعاج بيستمر المدة ستين لسبعين يوم عشان ليه عشان نحصل على ولادات فزروب بيئية ملائمة وموسم البرسيم والراعي بيبقى جاء داخل علينا في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر لازم استخدم كمان معايا استخدام كابش كاشف او تيزر لازم اشوف النعاج الطلبة للتلقيح لازم بفيه تيزر موجود فيه معاها عشان اجمعها ولقاحها بالكابش الاساسي الكابش الاساس ده كابش مدرب زي صفات جسدية وانتاجية هنشوف دلوقتي مع بعضها ناسولية ممتازة جدا بتنتقل صفات ليه لان صفات الكابش ده بتنتقل الى الحمنان وبيستخدم خلي بالكم كابش واحد لتلقيح تلات نعاج تلاتين نعاج الكابش الواحد لتلاتين نعاج التلات كباش ممكن نخليهم لمية نعاج التلات كباش نخليهم لمية نعاج طيب نحن نخلي بالنا من الكبش التيزر الكبش اللي هو الكاشف اللي احنا نسميه الكاشف او التيزر والكبش الاساسي اسناء موسم يعني نخلي بالنا منهم جمدة يعنينا عليهم قوي للحصول على اعلى نسبة من الخصوبة والحمل ازود المقررات الغذائية للنعاج والكباش المعدة للتلقيح ازود لها الاكل بتاعها ازود لها الفيتامينات احط لها الفيتامينات في المية خلال فضل التلقيح عشان دي هتبقى مستهلك ده الشغل كله في شهر ايه؟ في شهر مايو اللي هو الشهر القاضي شهر يونيا بقى اللي هو بقونا اللي هو برضو بيبقى في الحر موجود فيه الاستمرار في عمليات التلقيح زيادة برضو اماكن الزل عشان الحرارة تفيدي اشياءة الشمس المباشر برضو اعمل ايه؟ مكافحة التفليات والحشرات والزباب والكلاب الضالة والكلام ده كله لازم يكافح شهر السبع داخل علي او شهر يونيا وبيب ابدأ اعمل نفس الوضع استمر في عمليات التلقيح عشان زي ما احنا قلنا الحصول على ولادة في موسم واحد كمان في ايه؟ زيادة اماكن الزل كل ايام الصيف لازم اشعة الشمس المباشرة اقلله توفير كمان مية الشرب الصحي الاولب اللحس المعدني الفيتامينات لازم كلها موجودة وموجودة تحت المظلات في اماكن الزل الخاصة به اعمل اعمل برضو التحصينات ومكافحة التفليات الخارجية الامل والاوراد والكلام ده كله لازم ادخله في شهر السبع ابدأ افك مجميع التلقيح في نهاية شهر السبع يخش عليها بعد كده شهر اغسطس طبعا انت عارفين اغسطس هو اعلى الشهور حرارة اعمل ايه؟ زيادة اماكن الزل وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة توفيق مية نظيفة شرب صحي املاح معدنية فيتامينات اعلاف خضراء كل دي تحط في تحت المظلات وفي اماكن الزل اختيار الزكور الصالحة صحيا وجسدية عشان الكباش تبقى بعد كده تبقى كباش في التلقيح بعد كده في المستقبل الاهم بقى تغطيص تغطيص الاغنام وجاز الصوف ده مهم في شهر تمانيه التحصين ضد الجدري النظافة والصيانة السنوية للمباني والمزارع وتشمل ايه؟ ازالة تربة ارضية الملعب تكويمها خارج المزرعة عشان نعرضها للشمس عشان نوفاء اي طفيلات تتقتل نجيب تربة جافة جديدة ونضيفة نحطها نسد الشقوق في الجدران والاسكف ونبيضها بالجير نعمل رش جير حي في ارض المزرعة ونطفيه ببطء كده عشان يقضي على كل حاجة وخاصة المقربات اللي هي هوائية ده كله بيتم في شهر اغسطس طيب شهر سبتمبر نعمل في ايه؟ لو شهر تسعة سبتمبر هو بداية موسم الخريف عشان كده لازم نعمل التغطيص ليه؟ عشان نقاوم به التفايليات الخارجية اللي هي بتعمل لنا مشكلة في الصوف اعمل كمان عمل دفع اغزائي بالاعلاف المركزة للنعاج العشار للحصول على حملان ذات اوزان جيدة ولتقليل نسب النفوق بعد الولادة في حاجة مهمة لازم نخلق بالنمال التحصين باللقاح الكوليستريديا متابعة الاغنام المريضة والضعيفة والهزيلة نجمعها كلها في مكان ونعملها دفع اغزائي ونعالجها نقلم اظافر الاغنام شهر اكتوبر ده كله في شهر كل شهر اكتوبر وراء كل شهر فيه شغل اكتوبر بداية موسم البرسيم وعشان كده لازم يكون البرسيم ده خالي من الندى والبلل والامطار والاصابات الفطرية لازم اعمله يوم ولا يومين يقابل عنه البلل لانها هي مشكلة كبيرة جدا وتاني حاجة عشان اتجنب ارتفاع نسبة الرطوبة فيه لازم افرده يوم ولا يومين قبل ما اقدموا للاغنام الرطوبة لو زادت بيؤدي الى ايه اضطرابات هضمية مثل عصر الهض والنفاخ والاسهال ويعمل لنا مشاكل كبيرة جدا المحافظة على الحيوانات من الطيارات الهوائية والرياح والبرد لان شهر اكتوبر ده شهر خريب كل يوم مطر ورياح وامطار وبرد عشان نتفادى المشاكل التنفسي التهبات الشعبية والتهبات الرئوية والمشاكل اللي ايه اللي تحصل لنا دي المراكبة الصحية المستمرة للامهات والمواليد وخاصة اللي هي كانت بتعالجة قبل كده او حصلها حالات اجهاد ونقف عليها كويس عشان نبدأ نركز معاها ونحطها رعاية خاصة اخلي بقى للتحصين في الشهر ده مهم قوي ضد الباستريل عن طريق البوفي باست حقا الحمال بتاعته اقدم اعلاف مركزة خائية يعني العلاف الخشرة والاعلاف الخضرة للامهات العشار عشان ايه تجيب لنا حملان قوية بعد كده ولبن كويس يكاف الحملان وممكن يفيد منه اجهز اماكن النظيفة اللي ولادها ورشاها المطهرات واجففها استعداد لايه لعملية الولادة وعملية تجهيزها لاستقبال الحملان الولادة والولادات دايما نحطها في الجهة القبلية من المزرع ما نحطهاش في الجهة البحرية عشان نبعدها عن البلد والتيارات الهوائي نخلي بالنا برضو من تغذية النعاج الولد ومرأبة رضاعتها وكمية اللبن اللي المولود بياخدها اتابع الحبل السري اشيله وطهاره بسبغة اليون السرسوب وخلال الساعات الاولى وخلال نص ساعة الاوانية لازم اتأكد ان الحملان خد السرسوب مهم جدا رضاعة الحملان اليتيمة اللي هي فقط امها او اللي امها رفض رضاعتها لازم اجيب البزازة ولا اضاحها بنفسي بالسرسوب اسجل ورقم كل الحملان واعمل وزنها وتبعها في الحالة الصحية بتاعتها كل اللي انا اللي قلته ده يبقى في شهر ايه؟ في شهر اكتوبر دخل علي شهر نوفمبر دخل البرد اكتر اعمل ايه؟ اتجنب البرد والطيارات الهوائية وغزي الامهات زي ما احنا قلنا على الاعلاف المركزة والاعلاف الخضرة متابعة صحة الام والضرع والمولود وكمية اللبن والرضاعة دي حاجات كلها مهمة لازم نخلي منها كمان في مهي حاجة اللي احنا نخلي منها منه في الشهر ده الاملاح المعدنية فيتامينات وخاصة فيتامينات الف داتة ها والسيلينيوم لازم ده يتحط في العلايق ويتحط في المية اعطي الموليد اعطيها اخليها مع جموعات وديها كمية املاح معدنية وفيتامينات احطها في المية زي الاطفال بالضبط زي نحط نجيب شوية زي الفروتال او سول كالسوم اللي هو بتاع البشري ونحطه في المية او ندهه نديه للحنان الصغيرة كمان اللي انا بنعيده مرة واتنين التفايلات ده خليها والخارجية لازم نحاربها برضو في شهر ايه نوفمبر طيب الشهر اللي بعده شهر ديسمبر او كياك اعمل فيه ايه طبعا فيه البرد بيزيد احفظ المولد بتاعدي كلها بعيدة عن البرد وعن الرياح والانطار والعواصف اخليها في مكان دافل وحدها اعمل تغذية للنعاك لزياد انتاج اللبن لو فيه حالة كفاية يعني ما فيش كفاية يعني الام ما جابتش لبن كفاية اردع ما احنا قلنا المولود من انسة اخرى او اردعه عن طريق البزازة بعد ثلاث اسابيع من الولادة اه هو اعود الحامل على الاكل التدريجي من البرسيم ومن ايه ومن الاعلاف المركز اه بعد الفطام يا اخوانا بعد اربعين يوم لستين يوم من الولادة ممكن اه يعني اصل ايه ان انا افطم ايه المولود طيب خلي بالكو موحاجة مهمة اوي طول السنة انا عايز اه اجمع ولادتين ولادتين في خلال السنة وعشان كده اه عند الوصول الوازد اه اكبر من 12 كيلو جرام لازم ايه افصله وابدأ ادخله في التسميم بعد كده اه اه اتبه من تحصين التسامم الدموي اللي انا مقول عليه مرة تانية الجرعة التانية من البستريل احنا ادينا الجرعة الاوانية ادي بعد اه اربعين يوم الجرعة المنشطة لها وبعد كده سنوي اه في باقي الشار اللي هو يناير طوبة اللي هو برضو البارد والمشاكل بتاع البارد اه اغاز تغذية جيدة المولو الاحيانات العشار الاغنام العشار الاغنام اللوالدة اركز معها على الاعلاف المركزة والاعلاف الخضرة اه التحصين مهم ضد الكوليستريديا احنا حصلنا ضد البستريلة نبدأ نحصل ضد ايه الكوليستريديا اه اجنب طبعا المولو الام والنتاج من البرد والرطوبة والرياح والعواصب والامطار احطها في مكان مقفول عليه وابدأ اه اركز معها في الشهور البردري اه بعد كده بيبدأ يخش معايا شهر فبراير او بيحنا نسميه امشير امشير ده بيبدأ ادينا الدف معنا ده هنركز فيه برضو ان احنا ندف الحيوانات ونبدأ نطلعها في الشمس جزء جزء اه متابعة تغذية برضو والحالة الصحية الامهات الصغار تحصين الحملان والاغنام برضو ضد الكوليستريديا بتكلم دهما الكوليستريديا الكوليستريديا والباستريل الكوليستريديا والباستريل خلي بالكم منهم جامد جدا وتحصيناتهم في امهات الاغنام والذات اللي هو على وش الولادة لازم نركز فيها جامد ونبدأ نحصن وندي الجرعتين وبعد كده ندي كل ستة شهور او كل سنة حسب ما البنفل بتاع التحصين بتاعنا بتقول نخش بعد كده في شهر ايه مارس نشوف التغذية الحملان بتدخلها بعد كده تدريجي على الاعلاف المركزة والاعلاف الخضرة بنزود طبعا الحملان بالفيتامينات والاملاح المعدنية الحملان الضعيفة بنجمعها لوحدها اللي بتعاني من كساح او تشوهات في الفم او المتقرط الامراض نعالجها ونركز معها وبعد كن نسمينها ونبيعها للزبح التحصين ضد الكولستريديا مرة واثنين وثلاثة في النص الأخير من شهر مارس اعمل ايه الغاسل والتطهير وجز الصوف التغطيص والتطهير وجز الصوف ده مهم جدا حصول على صوف يعني الصوف ده من زي اللبن من حاجات اللي هي منتجة من الأغنام لازم نحافظ عليه بنستخدم بنستخدم المطهرات والمبيدات الحشرية في معظم المغطس بتاعتنا وان شاء الله في فيديو للمغطس لو نقدر نجيبه او نروح حتى الرش ضد التفايلات الخارجية والحشرات والحاجات دي نبدأ نركز فيها في الحيوانات عشان لو ما فيش لو ما فيش مغطس نبدأ نروح بالطريقة دي او نتابعه بالطريقة دي عشان نتجنب التفايلات الخارجية وتفايلات والحشرات لازم نعمل الموضوع ده قبل موضوع الجز او قبل موضوع الجز الصوف على القل باسبوعين عشان نبدأ نحرك ايه نجيز الحيوانات طيب ايه هو برنامج زي ما انتم شايفين كده اما تعملها بالطريقة دي اما تعملها ايه تحطها بالمغطس برنامج بقى رعاية الاغنام